صدم الحيوان والأرض محيلة جداً هنا اوه انتهى أمرنا اهدئي ليلى سأطلب المساعدة لا توجد تغطية أتعني أننا علقناه هنا ماذا سنفعل الآن؟ الحيوان الذي كاد كامير يصدمه ربما كان الوحش البري هذا ليس مضحكاً محسن اطمئنا فارس لابد أن يدرك أحد ما بأننا مفقودون هذه ليست حالة طريقة حقيقية أبداً يا سميحة أنا آسفة سامي أتمنى لو أن مش مش يتوقف عن الاختفاء هكذا لا تقلقي من الطبيعي أن تختفي القطاط لعدة أيام قد يكون في أي مكان في الخارج وحيداً اسمعي سأبحث عنه بنفسي الآن لكن سيعود عندما يجوع نعم أنت محق يا سامي بالحديث عن الجوع من الأفضل أن أعد عشاء التوأم يفترض أن يعودا من رحلة المدرسة في أي لحظة لا فائدة سينفد الوقود إن تابعت المحاولة أريد العودة إلى البيت ماذا لو لم يأتي أحد أبداً؟ ماذا سنأكل عندها؟ لن أكون قذيفة المدفاق لم يبقى إلا حل واحد سأذهب وأطلب المساعدة قبل أن يحل الظلام لكن تامر لا يمكنك الذهب وحدك ماذا لو أنك توت؟ أو نال منك الوحش البري؟ مكتوب هنا في كتاب التوجيه أنه لا ينبغي مغادرة حافلة جانحة ابقوا معاً وانتظروا المساعدة قد تمر ساعات قبل أن يجدنا أحد وأنا جائع آه، مش مش مفقود والآن فارس وسارة أين الجميع يا ترى؟ مجرد طائر آه، آه، مرحباً، مرحباً، من هناك؟ استجبع هو ككامير آه، آه، لقد علقت قدمي، علقت بلوحال، أمنيتاً، 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 أمنيتاً هيا أسرع يا فهد، أين أنت الآن؟ آه، ربما سأبدأ دونه، أظن أنه سيأتي بعد قليل آه، المكان رائع لإطلاقها، أليس كذلك؟ ربما لا يوجد أحد هنا فقط أنا وأنت وهذه العصاة متأكد من أنها ليست خطرة؟ فاتن، أنت تتكلمين كأمي، كيف ستكون خطرة إن كانت من أجل إنقاذ الناس؟ محيق؟ ماذا؟ ربما علقت لقد علقت فعلاً، سأبقى هادئة، كل ما علي فعله هو الاتصال بفهد حسنا أماني عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل النجدة النجدة ليساعدني أحد كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر هيا يا فاتن افعليها لا لا تستطيعين فعلها أنت خائفة ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن بل لأنني لا أريد يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة النجدة اوه اسمك هناك من يسرخ النجدة لقد عليك السوت قادم من الجر هيا بنا النجدة النجدة إذا هماني حمنا لله أنكم هنا لقد عليك على أحدنا أن يطلب المساعدة انتظري لحظة ماذا تحملين بيدك؟ آه عسى استغاثة ماذا؟ يجب أن لا تلعب بها لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإدفاعي سامي أحسنتي ولكني بحاجة إليها الآن فاتن أيمكنك رميها إلي؟ أنا؟ آه حسناً آه رمية رائعة يا فاتن آه 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 عجباً ما هذا؟ أين ذهبت العصة؟ آه؟ الاستغاثة؟ آه؟ لقد انطلقت منها الجرف سأتصل بالإطفاءه سامي نور استغاثة انطلق من الجرث أماني المسكينة هل أنت بخير أماني؟ أنا بخير مجرد عطاس آسفة أيها القد شكراً شكراً لا مشكلة تبدين متعبة جداً أماني اذهبي وارتاحي إنها عطلة سامي ويحتاجون إلي في القسم إنه مجرد عطاس بسيط هيا يا أيمن هيا لنعد انتهت الأزمة الآن من يريد صيد السمك معي؟ أنا يا أبي نعم أرجوك مهلاً علينا التخلص من هذه النفايات بشكل مناسب ها هي شكراً شكراً هل الجميع مستعد؟ ما ذاك الدخان يا أبي؟ هل تأكدت من أنك أطفقت الفحم جيداً يا عزيزي؟ سلة مهملات احترقت في مطعم السمكة الذهبية حالة طريقة أخرى من المؤسف أنني في عطلة ولكن يجب أن أنهي هذا الحفر نعتذر عن طلبكم ثانية لا مشكلة توجد صينية شواء هنا لكني سكبت دلوى ماء فوقها لأطفئها من الأفضل دائماً أن تتحقق من إطفائها على سبيل الإحتياط أيمن حالما تعود إلى قسم الإطفاء قدم لأمان العسيرة الساخنة بالعسل لو سمحت فكرة جيدة سميحة البحر خان يا أبي لم نصطد سمكة واحدة حتى دعونا نغير المكان هاي لقد صدت شيئاً يبدو أنه صيد كبير لنسحب معاً هيا مرحباً فتحي صاروخك يبدو مدهشاً جداً نعم إنه جميل يا أيمن أبي توقفي شكراً سامي من المستحسن في المرة القادمة أن ترفع مكبح اليد يا فتحي هذا سيافي بالغرض آه أنهيت رسم الملصقات الإعلانية يا محسن إنها لإطلاق صاروخك انظر رائع والآن اذهب وارسقها في كل أنحاء البلدة على الجميع أن يروا صاروخي الجديد حسناً أنقر قمة الصاروخ برفق لتأخذ مكانها أنا عبقري عندما يصعد الصاروخ إلى الأعلى يكون مذهلاً لكن ماذا سيحدث عندما يهبط؟ سيهبط في أي مكان لا تقلق يا ليلى لصاروخي فتحي مظلة تساعده على الهبوط لقد فكر في كل شيء تماماً ظننت أن فتحي من سيطلق صاروخاً وليس محسن لا يا أبي صنع محسن صاروخاً أيضاً وهو أكبر من صاروخي فتحي بي كثير أكبر؟ لن أفوت ذلك وأنا سآتي إلى اللقاء فارس لماذا تضع ملصقات على نوافد نظيفة؟ إنه ملصق إعلاني لإطلاق صاروخي محسن لقد أصيبت هذه البلدة بحمى الصواريخ قف مكانك محسن لن أسمح لك بإطلاق الصواريخ شيء تماماً بيت هذا مؤسف يا أمي لأنني أردت حقاً أن تضغطي أنت زر الإطلاق لصاروخي الجديد زر الإطلاق؟ هذا صحيح ستكونين كملكة تطلق سفينة هذا رائع هي له من شرف لا أفهم لماذا لم يأتي أحد إلى هنا ظننت أنهم سيرغبون في رؤية صاروخي وهو يحلق في السماء ربما نستطيع الانتظار قليلاً لا يمكننا الانتظار طويلاً يا أيمن فجوبتر وفينوس وهنا مع سيارة الإسعاف هنا ماذا إن وقعت حالة طارئة في مكان آخر؟ لا تقلق يا أبي متأكدة من أنهم سيكونون هنا قريباً آه ليس كبيراً بقدر ما كنت أتوقع بأي حال تراجعوا جميعاً هيا يا أمي اضغطي هذا الزر سأسمي هذا الصاروخ الجديدة صاروخ مدينة الأحلام الأول إطلاقاً سعيداً انتبه آه كنت أذهسهما أتساءل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخاروفين ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنه ما في الحقول شمسون يريد مننا أن نتبعه سأخذ سيارة الإسعاب ربما تأذياء عنا الجزامي تلك شاحنة فاتحي أحسنت صرعاً يا شمسون لقد فعلتها فتحي هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا لا أستطيع الخروج فقط باب مقعد الراكب عالق أوه فتحي حسنا تراجعوا جميعا إلى الخلق أماني مدي خلطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء سنضطر لخلع الباب لمحررك يا فتحي أماني أحضر أداة الخلع كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان نعم كنت أحاول جمعهما في حذرتهما بشمشوم صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كالبراعي أعلم هيا فتحي آطني يدك شكرا سامي يا للهور ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين ماذا؟ الآن أنباء جيدة السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن شمشوم أحسن صلعا إنه بطل قال سامي شيئا عن خروفين هاربين سيدي الفواق لقد انتهى قال فتحي يعالج بالقوف سامي لست متأكدا من أنني أستطيع فعل هذا سيد أيمن أرى أنك تنفذ التدريب اليوم أحسن لكنني لا تقلق يا أيمن ستكون بخير نعم ما عليك إلا أن ترفع إبهامك مشيرا إلى فهد وستنطلق عندها ماذا؟ هكذا؟ كنت أترّب فقط ألا تستطيع أن تجعلها أكثر إثارة بدأت أصاب بالدوار أحب أن أجعلها تطير هكذا من إذكارك أن تنفذ بعض الحركات البهلوانية دعني أره توقف راقب هذا ماذا فعلت الآن؟ ما كان يجب أن يحدث هذا هذا صحيح وطائرة المحطمة؟ لا مشكلة نستطيع الصعود وإحضارها لا يا محسن فالأخصان مرتفعة كثيرا ليس إن استخدمنا تلك الأخشاب إن كومت هذه الجذوعة فوق بعضها فإننا نستطيع استخدامها للوصول إلى الغصن المنخفض هل هذا آمن؟ بالتأكيد وكيف لنا أن ننزل طائرتك بغير هذه الطريقة؟ إنها ليست ثابتة تماماً سأصعد وأساعدك المكان مرتفع جداً لما أصغي لك دائماً رغم أنني أعرف ماذا سيحدث لا أستطيع النظر أيمن لا يمكنك إنقاذ دولي إن كنت لا تنظر إلى الأسفل أبعد يديك عن عينيك يا أيمن فأنت تبدو مضحكاً جداً لا أريد أن أنزل النجدى النجدى لجد ومن هذا الصراخ ففهد ليس في مركز الإنقاذ أستطيع أن أرى من روحيته في قسم الأدفاء هناك أعلم عرفت خطرت لي فكرة لا يا محسن سئمت من أفكارك الرائعة لذا سأنفذ فكرتي أنا هذه المرة أسرع إذن فيداية ألمانني كثيراً سأرسل رسالة الصغيرة إلى مدينة الأحلام بطائرتي هذه لا يسمح لك بجعل الطائرة تطير في مدينة الأحلام لكنها حالة طارئة وضرورية يا محسن النجدى أمزلوني محسن وفاة لم يبقيا هنا لكننا سنبقى لن أتقدم خطوة حسناً لنرتح هنا قليلاً ظننت أنكم متقدمون علينا وكذلك نحن لأن هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطر غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونخسر أخبرت كيافات أريد اسمي فوق تلك الكأسة أظر هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحاً تماماً حسناً إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجل يا أمي لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلى يجب أن نعود جرياً سيستغرق هذا أسبوع كثيراً ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير في متجر الصغير خبية قشاش المفروض أن يصلوا وأن نراهم هنا قريباً إنهما أيمن وفتح شديدهما وشرفاً صار وفارس ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كنت أخطئاً فهم متقاربون جداً سيتهي سبق بالتعادل ما لن؟ لا 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 أصدق سامي وليلى آلة سباك السيخان الثلاث ينروا عددك المجاعة ينروا من سباك الجميل أحسنتما؟ أحسنتما؟ اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسناً يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكراً يا سيد محسن غانم علقة في البئر؟ حسناً هناك صبيون في البئر المجاور لطريق الوادي بسرعة يا سامي ربما ينقصه الطعام لن نستخدم السلم للمزول إلى البئر لا يزال في أعلى برج التدريب وإحضاره سيستهرق وقتاً إذن عليك الإنزلاق لأسفل البئر يا سامي حظاً طيباً خذ يا محسن كي تحافظ على قوتك آه شكراً يا أمي مكادوا نصل يا أماني إنه سامي لقد جاء أخرج يا سامي قل إنك ستفعل بالطبع سأفعل يا ليلا حسناً يا أماني أربط الحبل إلى تلك اللافتة وأنا سأتفقد محسن حسناً يا محسن اهدأ سأنزلق إلى أسفل البئر حتى أخرجك حسناً يا سامي كن حذراً سامي أوه أليس شجاعة أوه لقد أوقعت كل نقودي لا تبالي لذلك يا محسن محسن ما الذي أنزلك إلى البئر آسف يا أمي لم أستطع الانتظار حتى يوم ميلادي لأشتري لوحة زلج سمعت أن البئر مليئة بالنقود ففكرت في استخدامها للشراء واحد أوه أنت عديم الصبر يا محسن غانم أعلم آسف كل ما في الأمر أنني أحببت لوحة زلجي ولهذا اشتريت لك هذا آه شكراً يا تامر ولكن محسن هناك شرط واحد اللعب ممنوع وخصوصاً التزلج داخل متجار أمك لن أفعل أعدك يمكنك فعل ذلك يا أيمن هيا تشجع أنا أتعلق وأمفر إلى الأرض سأهبط بالطول وبالعرض أهداً إكمه أهداً أ precise أهداً أنت فرحاً يا أيمن بقي شخص واحد عليه الانزلاق كلب ينزليق هذا لا يصدق ليس شمشوم ام وإنماatell أهداً قليلاً إلى الاتجاه الخاطئ غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل أوه آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى ومن يعلم ماذا سيحدث لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا ونخسر أخبرتك يا فاتن أريد اسمي فوق تلك الكأسة ما الأمر؟ قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا أن نجده أن نجده أن نجده إنه صوت والدي محسن أن نجده الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير طوح حسن هل أنت بخير؟ قصدت في قدمي وهي تؤلمني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما حسنا إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجم أجل يا أمي لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلة يجب أن نعود جريا سيستغرق هذا أسبوع كثيرا ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير كبير قشاش المفروض أن يسلوا أن نراهم هنا قريبا إنهما المدل وفد في جديدهما وشرف انصار وفارس ماذا؟ سامي وليلا؟ إنما كنت أخطي أنفعهم متقاربون جدا سأنتهي اسمعوا بالتعادل ما أهلا؟ لا 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 أصدق سامي وليلا ألد سباك السيخان الثلاث ينروا أطلق المجاة ينروا من سباك الجميل أحسنتمه أحسنتمه اقبلاها هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسنا يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكرا يا سامي هذا ليس عدلا محسن يغش ومع ذلك يركب مروحية رائعة مهلا اركبي يا فاتن هاي آه رائع كنت محقا يا محسن ما قل هلا محسن؟ لكني أسمع صوت ليلى محسن النجدة ولدي اختفى أتعتقدين أنه ذهب ليبحث عن وديه؟ أوه محسن يحبه لا تخافي ليلى أنا متأكد من أن أيمن وأماني سوف يجدانه وسأبقى لأسليكي أوه شكرا يا تامر لكن محسن يحتاج إلي سأأتي معكم حسنا ليلى لكن يجب أن ترتدي سترة النجاح من أماني إلى سامي أحتاج إلى مساعدتك لأن محسن غانم وسط الفيضان أعتقد أنه قرب الحقول حسنا سأبقى هنا إذن استمر في البحث عن مشمش لو سمحت سأفعل يا سميحة أجل سأفعل حسنا الجميع على القارب أفسح مكانا يا مشمش سأخذك قريبا إلى مكان آمن والآن لا تتحرك من مكانك النجدة النجدة وديع عاد سقط صمياً عن القارب هل نمسح هذه المنطقة ثانية سامي؟ لا داعي انظر إلى الأسفل هناك من سامي إلى أماني محسن في الحقل الكبير إنه في الماء أسرع قدر الإمكان شكراً سامي أمي 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 يا كنزي الغارق أمسكت بك محسن أين وديع؟ ها هو كان عليك أن تبقى في الداخل وأن لا تخرج أبداً فالفيضان أمر خطر جداً يا فتاة آسف يا رئيس قسم الإطفاء سليم نعم ولكنك كنت جريئاً جداً عندما أنقذت مشمش والخروفين نعم هذا صحيح أليس كذلك مشمش؟ حتى لو اضطررنا لإنقاذك في النهاية آه أحجي هل عثر أحد ما على قارب الصيد؟ لا ولكن بما أن المدن حسر نستطيع البحث عنه؟ نعم ويستطيع الجميع أن يعودوا إلى بيوتهم أو حقولهم في الحال ماذا؟ انظر هناك نعم أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة إنها حالة طارية حريق مشتعل في كل مكان لكن أتخافوا ها قد جاء كل من ساني وأماني وأيمن إلى الإنقاذ هذا مذهل ومثير تحرك يا فارس لنقترب أكثر أسبب لا أستطيع التحرك سيحتاجون إلى مساعدة جوية آه إنه فهد في مروحيته أمسكت بك يا فارس النجدة 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 انظر سيدي حالة طارية صبياني علي قالي على السق يبدو أنهما في ورطة أيمن يجب أن نستخدم سلم جوبيتر إنه ولدي محص وولدي فارس حسناً سنعيدكما إلى حيث يجب أن تكونه سيدتي وسادتي وهو محص الغانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي أوه ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس آسف كانت فكرتي فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ الآن فهمت السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية أحسنت يا سيدي يومك المفتوح حقق النجاح الكبير نعم لقد شوها شمشون فردة الحذاء حقاً أتساءل لمن هي؟ آه إنها فردة حذائك سيدي حذائي؟ استقدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمن آه انتهت المشاكل أخيراً سأعود إلى العمل نعم وحان الوقت لأقوم بأعمالي البسيطة النجدة لقد علقت مخزن آه شخص آخر في ورطة النجدة أمي لا أستطيع تحريك قدمي أبداً آه عجباً ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف يحتاج إلى دقائق ليجف لا تقرق يا محسن سوف أخرجك محسن غانم متى ستصبح مهذباً؟ آسف أمي آه لا أطلب إلا السكينة والهدوء هذا صوت إنذار حريق وذاك دخان ناجم عن حريق آه مجشري سأتصل بفرقة الإطفاء توقفي ليلى يجب أن لا تدخلي مبنى يحترق أبداً سأذهب إلى البيت وسوف أتصل بهم من هناك هذا سيستغرق وقتاً سأذهب وأحضر المساعدة بسرعة سامي مرحباً أيها الإطفاء سامي كنت فقط آسف يا فارس حالة طارئة سأعيد هناك رائع أنا لا أفهم ظلنت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم هذه ليست طريقة اللائقة يوضي بها رجل الإطفاء عطلة لا وقت للشرح يا سيدي هناك حريق في متجر ليلى حريق؟ وأخيراً بدأ العمل انتظروا مهلاً لم يقرع الجرس آه سأجرب ركوب دوح التسلج أوه حمداً لله أنك عدت سامي مذهل انظروا إلى كل ذلك الدخان رائحة لها تلك رائحة المروج أيمن تقصع الكهرباء عن المتجر حسد السامي من المؤسف أن رائحة الحرائق ليست منعشة كهذا الحريق أخبت لا لا لقد علقت النجدة هيا اسحماني ساعداني هيا بسرعة المشكلة في أذني إنهما أكبر من أذني أوه هذا سخيف نحتاج إلى المساعدة كان يوماً سيئاً من الصبح حتى الغروب قضعت المشت فقد طلقت ثم أصبت بالكسور ماذا؟ رأس رئيس قسم الإطفاء علق بين قطبان السياد؟ سامي وأماني لم يعودا وأنا الوحيد هنا لا أستطيع فعل شيء أو ربما أستطيع هناك شخص في ورطة يجب أن أفعل شيئاً عشق مستعد لإداء الواجب أنا مستعد وقوي لا مشكلة، سأخرجكما تامر، أحضر لي جهاز الخلع إنه في مؤخرة السيارة على الفور النساء والأطفال أولا أوه ولدي الحبيب أنت بأمان أريد منك الآن أن تحررني من أمي أحسنت أيما ولكن لنبقي الأمر سرا بيننا من فضلك حاضر يا رئيس قسم الإطفاء هل كل شيء بخير؟ نعم كل شيء بخير والفضل لأيمان إنه باطل يا سامي يا له من رجل إطفاء الإطفاء أي أيمن دائما مستعد وقوي يا سامي حتى بصاق مكسورة شكرا لكم أمضيت وقتا في التخطيط له ويشرفني القول أبي أبي كومة الأسمدة لا تقاطعيني فاتن يشرفني القول إن كل عمل الجاد هو أبي أبي أمضيتها تحترق أنا لا أفضل هذا اتصلوا بالإطفاء سامي الأسمدة تحترق في منزل فتحي؟ ليس هناك أحد إلا أنا وأنت الآخران ذهبا إلى عرض الورود نحن ذاهبان إلى هناك أيضا هيا ترجعوا جميعاً اتركوا الأمر للمختلفين تتسميه أماني في طريق إما إلينا تبقى المال شكراً جزيلاً لكم يا سامي وأماني لم أكن أعلم أن كومة الأسمدة ستكون خطرة لهذا نصحت فتحي بتقليبها دائماً حتى تبرد فتحي؟ نعم صحيح فاتن ظلت تذكرني ولم أستمع كنت أظن أني أعرف ما أفعله للأسف لكن كيف بدأ الحريق واحدة؟ عندما أخرج فتح الكوسة خلف فجوة الأسمدة كانت حارة جداً أصلاً وعندما دخل الهواء الفجوة تسبب بالحريق أعتذر من الجميع أردت لهذا العرض أن يكون ناجحاً والآن أفسدت كل شيء لا أبي لم تفعل آه ابنتي لا لا ماذا؟ شواء تامر أشعل ناراً في شجرة في الغابة؟ حريق في منطقة التنزه أرجو أن تكونوا جميعاً من اتبعتم لدرسي هذا الصباح حسناً يا إيمان يبدو أنك ستأمل السجقة في وقت أبكر مما ظننت أمل أن يكون قد تبقى في الهوشات سنحتاج إلى خرطومي ماء لإطفاء هذا الحريق حسناً سامي والآن يا إيمان افتح الماء سامي انظر هناك واحدة من قوارين الغاز قد تنتجل في أي لحظة أحسنت لأنك رأيتها هيا أبطل جميع بعيداً بينما نسيطر على الحريق يا إيمان حاضر سامي هيا تراجحوا جميعاً من هنا أماني استمر في رش الماء على عبوة الغاز لتكتيها باردة بينما أطفل ما تبقى من الحريق لا تقلق سامي استمر انتهيت انطفأ الحريق هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفاء أي سامي آسف يا محسن فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي سأخذ ما تبقى من القريدس لكني أشعر بالجوع الشديد حتى إنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة وربما تقلل من كمية الفحم تلك أنت محق يا سامي إنها غلطتي أيضاً يا تامر فقد كنت أتباهى قليلاً الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس مهلاً برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما مش مش محاصر في قبو مليء بالماء وفتحي معه هناك أيضاً أخرجني من هنا وسنذهب لإنقاذه على الفأور يبدو أن القفلة عطل أماني محطة لا أستطيع تحريكه أيضاً لكني سأستخدم الفأس لا 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 تقلقوا علي اذهبوا وأنقذوا فتحي سلامة الناس أولاً هيا تعرخوا بسرعة إن كنت متأكداً يا سيدي فهيا إذن لنذهب قاموا موفقاً آمل أن يكون فتحي بخير أحساج إليه لكي يغني معي لا تقلق يا أيمن أنا متأكد أنه سيكون بخير اتبعاني حسن إنه في الداخل صحيح فتحي أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش لأنني سأحطم الباب بفأسي فهمت يا سامي اقفز هنا يا مشمش لكي تبقى جافاً يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المطقة أولاً كل شيء في وقته أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش فتحي هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي أمسك ذراعي يا فتحي أحسنت سامي مشمش أنت بأمان بقيت هادئاً تماماً ففعلت كل شيء على حدة في الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي وفتحي فتحي أيمن فتحي أيمن يا أي فتحي نحن نتراشق منك مرحباً مرحباً يا فهد حسناً تظاهر بأنك تطفئ حريقاً كبيراً يعني حريقاً كبيراً جداً حسناً هكذا هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ أخرجوا حريق هيا خرجوا هذه هي ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزرق على العبود إذا شئت فكرة ممتازة ورائعة لا بأس ستعود إلى مكانك الأساسي حان الوقت يا فاتن فهد طلق الحبل الآن ودعنا أيها الحب الصغير شكراً يا فهد أفضل أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير قد أصبح في مكانه الصحيح إلى اللقاء شكراً لا مشكلة يا فاتن حسناً يا فاتن لنعد إلى منزلي لنرى مني استعد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية وكأننا لا نعرف سلفاً ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن وما أدرك بذلك؟ هيا ذهبي أدري إلى منزلك الماء يبدو هادئاً ولكن من السهل الإنجراف عميقاً في البحر لم نكن حذرين سأتصل بالإطفائي سامي أحسنت يا مش مش وداعاً يا شطيرتي آه فارس ومحسنت أهاني في البحر بلغنا أن صبيين مفبودان في البحر يبدو أنه عمل المروحيات من المستحسن أن يخرج فات في مروحيته حالاً يا سيدي دعي الأمر لي سامي يمكنك القدوم يا مش مش لابد أن ساميحة تتساءل عن مكانك الآن أنا القبطان وقراري أن نجدف نحو الشاطئ لكننا لنعلم أين هو الشاطئ رغم أبحرنا بعيداً عن اليابسة آي أوه أمل أن يكونا بخير إن كان في البحر سيجدهما سامي ليس لدينا طعام ولا ماء ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس؟ رجاءً اهدأ يا محسن لابد أنهم يبحثون عننا لكن المحيط مكان كبير جداً وسنكون أشبه بإبرة في كومة قش كبيرة ها؟ هاي؟ 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 هنا! 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 نحن هنا! نحن هنا! هاي؟ هاي؟ أخبار رائعة سامي لقد رأيتهما لا أعرف كيف وصلا إلى هنا سننضم إليك قريباً شكراً يا فاهد انتهى أنا آسف يا سامي نمنا في القارب مذهل رائع رائع للتزحلق أرايتم؟ أخبرتكم أن هذا سيكون ممتعاً سامي أعده في وقت سابق حتى يسليكم سأكون الأولى أريد أن أكون الأول رجاءً اسمح لي أنا أنا الحقيقة سامي كان ليرينا كيف نفعل ذلك أولاً لو كان هنا حقاً؟ بالتأكيد قائد الروادي الجيد ينطلق أولاً دائماً أنت لست حائفاً أليس كذلك؟ إن كنت حائفاً فأنا أستطيع أن أكون الأول وأكون القائد لا محسن سأفعل ذلك اهدأ يا تامر أنت لا تخاف المرتفعات يمكنك فعل هذا يا فتى يجب أن لا أخذي للأطفال فقط صل سلك الأمان هسناً هأنذا واحد اثنان ثلاثة آه 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 النجدة لقد علقت أنزلوني هذه معلتك وغلقتك أنت يا محسن سأهرأ إلى مركز الإنقاذ الجبلي وأخبر فهد وهو سيتصل بالإطفاء سامي تمسك يا تامر سأحضر لك المساعدة فهد فهد آه آه من الأفضل أن أحاول الاتصال وطلب المساعدة آه مرحباً مرحباً الإطفاء سامي الإطفاء سامي من هذا أنا محسن غانم محسن غانم محسن غانم ماذا فعلت الآن يا صغير تامر في ورطة كبيرة في مركز الإنقاذ الجبلي هنا ماذا؟ تامر في ورطة؟ حسناً نحن قادمون لا أستطيع التمسك أكثر لقد اتصلت بالإطفاء سامي وهو قادم حسناً يا تامر أفتت يديك وسيكون هبوطك آمناً مدهش كان ذلك مدهشاً جداً هل أنت بخير يا تامر؟ آه، أظن ذلك شقلبة ثلاثية رائعة، ما أروع فعل ذلك ألم يكن تامر لامعاً؟ ما رأيك بهذا يا محسن؟ أنا آسف لأنني شككت فيك يا تامر، أردت فقط أن أكون قائدة هذه الرحلة وكيف سأنزل إذن الآن؟ سأخبروا أمي أن تطلب المساعدة أوه، شادي، الحمد لله، أوه، ظلنت أنني لن أرى اليابسة مجدداً أه، انتبه، شوف تستطيع بينا أوه أوه، آه، آه، عجلة القيادة تحطمن لا أستطيع التحكم العجلة لن تعمل شادي ماذا عن جفتك تلك؟ أوه، لا، لا تزال هناك على الشاطئ كلنا ننجرف في البحر أوه، لا أحتمل هذا مطلقاً هناك حل واحد فقط سأتصل بالإطفائي زامي مشكلة في البحر؟ رسالة أخرى؟ يا للهول لماذا كل هذا؟ محسن وليلى وشادي ينجرفون في الخليج انتظراه ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزلي فتحي عجباً أنت سأل وإن كان سيقلع بطائرته؟ أنا وأماني سنأخذ فينس وننقذ من في البحر أيمن خذ جوبيتر وذهب إلى منزلي فتحي حاضر سامي أستطيع رؤيتهم هيا بنا أماني سامي أماني سأتولى أمر الزورق يا أماني وأنا سوف أسحب قارب شادي محسن ارمني حبلاً وسأربط الزورق بقارب شادي حسنًا يا سامي لحل أنت بخير طبعاً أنا بخير أنا بخير مجرد روتين يومي أختبروا الطائرة الورقية أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابني أخيك؟ بتأكيد لا إنها إنها لي لا شيء يدعو إلا الخجل يا سيدي واحدة الورقية حسناً لنا